بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على قضائه وقدره والحمد لله على مراده والصلاة والسلام على أسوة الصابرين وقدوة الصالحين فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه في كل وقتٍ وحين أولاً لماذا حدث ما حدث صراح الأطفال وأنين الأرامل وأصوات الأيتام وشيوخ رُكَّع كلهم جرفهم السيل والدموع على الخدود لماذا كل ذلك؟ لا بد أن نرجع إلى القرآن والقرآن مبوّب لا يتعبك كثيراً إيتي إلى الباب تصل إلى النتيجة لكن إذا كنت خارج الباب وتريد أن تأتي من غير الباب فلانتصر صورة الإنسان قرأتها الأمة نحن نحن نتميز عن غيرنا بأننا إنسانيون هل أتى على الإنسان حين من الدهل لم يكن شيئاً مذكوراً إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهُ إذن القضية من الأول من القلق خلقه ليبتلى فالمفروض لا نتعجب من هذا البلاء أو الابتلا لماذا؟ لأننا قرأنا الصورة إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ لكن الحقيقة هو ما ضاع الإنسان ضاعت الإنسان وضاعت البلد الأرض التي عليها الإنسان فنحتاج إلى أن نبحث عن باب آخر من أبواب القرآن فنجد سورة البلد فهل نجد ما حدث في القرآن؟ نعم هذه السورة اسمها سورة البلد لكنها تحدثت عن الإنسان باعتبار البلد مكانتها وقيمتها بمن يقيم عليها أو فيها في سورة البلد لقد خلقنا الإنسان في كبت لا بد أن نوطن أنفسنا حتى من لم يصله شيء لا بد أن نوطن نفسه على ذلك تهيأ هكذا أنت خلقت أصلاً وقررت كلمة الخلق حتى في هذه القضية خلقنا الإنسان في كبد وفي معنى الظرفية ومعنى الظرفية أن يكون الكبد وهي المشقة والتعب والإرهاق والمكابدة تحيط به من جميع جوانبه كما يحيط الظرف بالرسالة لأن في ظرفية في كبد من جميع جهاتك لابد أن يحيط بك هذا هو الشارب الأول والابتلاء قائدة وسنة كونية على جميع الخلق حتى على الأنبياء حتى على الأنبياء ليس لأهل الذنوب فقط لا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوه أخباركم هل المجاهدون أمهم على أعظم عمل في الإسلام فأنا أريد أن أوجه رسالة لأهل درنا كأني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف قريباً من الصحابة من زهير بن قيس البلوي ومن أبي منصور الفارس هم أكثر من سبعين قيلة ثلاثة وسبعون ماذا يقول لابد أن يتدخل النبي في هذه القضية كيف هذه مصيبة وبلاء وهم وغم وقتل ومأساة وضياع أموال وإزهاق أرواح فإذا انهي مصيبة بكل ما تحمل معنى هذه الكلمة فما علاقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبلونكم رأوا الكلام ليس للكفار انتبهوا وانظر إلى أدوات التوكيد في كلمة ولا نبلونكم بشيء من الخوف حصل في درنا الخوف أو لم يحصل حصل هذا الصرخ التي تسمعونه سببه الخوف الدعاء سببه الخوف لابتهال سببه الخوف كل شيء الأنين سببه الخوف كل شيء بشيء من الخوف والجوع الذين هم تحت الأنقاض جياء مع أن الطعام قريب منهم لكن لا يسلوا لي ونقص هنا بدأت الإحصائيات قرآنية ونقص من ماذا؟ من الأموال ولذلك الأموال لو أحصيت ستجد نقصها كعدد أكثر من الأفراد المال الذي خسر كثير بالأرقام لو تعد الأرقام ما يساوي بالنسبة للأفراد مليارات لكن لو مليارات من البشر نحن في ليبيا لا يوجد عندنا مليار من البشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على قضائه وقدره والحمد لله على مراده والصلاة والسلام على أسوة الصابرين وقدوة الصالحين فاللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين أولا لماذا حدث ما حدث صراح الأطفال وأنين الأرامل وأصوات الأيتام وشيوخ ركع كلهم جرفهم السيل والدموع على الخدود لماذا كل ذلك؟ لا بد أن نرجع إلى القرآن والقرآن مبوّب لا يتعبك كثيرا إيتي إلى الباب تصل إلى النتيجة لكن إذا كنت خارج الباب وتريد أن تأتي من غير الباب فلننتصر صورة الإنسان هل قرأتها الأمة؟ نحن نتميز عن غيرنا بأننا إنسانيون هل أتى على الإنسان حين من الدهل لم يكن شيئا؟ مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه إذن القضية من الأول من القلق خلقه ليبتلى فالمفروض لا نتعجب من هذا البلاء أو الابتلاة لماذا؟ لأننا قرأنا الصورة إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه لكن الحقيقة هو ما ضاع الإنسان؟ ضاعت الإنسان وضاعت البلد الأرض التي عليها الإنسان فنحتاج إلى أن نبحث عن باب آخر من أبواب القرآن فنجد سورة البلد فهل نجد ما حدث في القرآن؟ نعم هذه السورة اسمها سورة البلد لكنها تحدثت عن الإنسان باعتبار البلد مكانتها وقيمتها بمن يقيم عليها أو فيها في سورة البلد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا بد أن نوطن أنفسنا حتى من لم يصله شيء لا بد أن نوطن نفسه على ذلك تهيأ هكذا أنت خلقت أصلاً وقررت كلمة الخلق حتى في هذه القضية خلقنا الإنسان في كبد وفي معنى الظرفية ومعنى الظرفية أن يكون الكبد وهي المشقة والتعب والإرهاق والمكابدة تحيط به من جميع جوانبك كما يحيط الظرف بالرسالة لأن في ظرفية في كبد من جميع جهاتك لا بد أن يحيط بك هذا هو الشارب الأول والابتلاء قائدة وصنة كونية على جميع الخلق حتى على الأنبياء حتى على الأنبياء ليس لأهل الذنوب فقط لا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِينَ وَلَنَبْلُوَةُ أخباركم هل المجاهدون أمهم على أعظم عمل في الإسلام فأنا أريد أن أوجه رسالة لأهل درنا كأني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف قريباً من الصحابة من زهير بن قيس البلوي ومن أبي منصور الفارس هم أكثر من سبعين قيلة ثلاثة وسبعون ماذا يقول لابد أن يتدخل النبي في هذه القضية كيف هذه مصيبة وبلاء وهم وغم وقتل ومأساة وضياء أموال وإزهاق أرواح فإذا انهي مصيبة بكل ما تحمل معنى هذه الكلمة فما علاقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبلونكم رأوا الكلام ليس للكفار انتبهوا وانظر إلى أدوات التوكيد في كلمة ولا نبلونكم بشيء من الخوف حصل في درنا الخوف أو لم يحصل حصل هذا الصرخ التي تسمعونه سببه الخوف الدعاء سببه الخوف لابتهال سببه الخوف كل شيء الأنين سببه الخوف كل شيء بشيء من الخوف والجوع الذين هم تحت الأنقاض جياعا مع أن الطعام قريب منهم لكن لا يسل إليه ونقص هنا بدأت الإحصائيات قرآنية ونقص من ماذا؟ من الأموال ولذلك الأموال لو أحصيت ستجد نقصها كعدد أكثر من الأفراد المال الذي خسر كثير بالأرقام لو تعد الأرقام ما يساوي بالنسبة للأفراد مليارات لكن لو مليارات من البشر نحن في ليبيا لا يوجد عندنا مليار من البشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على قضائه وقدره والحمد لله على مراده والصلاة والسلام على أسوة الصابرين وقدوة الصالحين فاللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين أولا لماذا حدث ما حدث صراح الأطفال وأنين الأرامل وأصوات الأيتام وشيوخ ركع كلهم جرفهم السيل والدموع على الخدود لماذا كل ذلك؟ لا بد أن نرجع إلى القرآن والقرآن مبوّب لا يتعبك كثيرا إيتي إلى الباب تصل إلى النتيجة لكن إذا كنت خارج الباب وتريد أن تأتي من غير الباب فلانتصر صورة الإنسان هل قرأتها الأمة؟ نحن نتميز عن غيرنا بأننا إنسانيون هل أتى على الإنسان حين من الدهل لم يكن شيئا؟ مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه إذن القضية من الأول من القلق خلقه ليبتلى فالمفروض لا نتعجب من هذا البلاء أو الابتلا لماذا؟ لأننا قرأنا الصورة إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه لكن الحقيقة هو ما ضاع الإنسان؟ ضاعت الإنسان وضاعت البلد الأرض التي عليها الإنسان فنحتاج إلى أن نبحث عن باب آخر من أبواب القرآن فنجد سورة البلد فهل نجد ما حدث في القرآن؟ نعم هذه السورة اسمها سورة البلد لكنها تحدثت عن الإنسان باعتبار البلد مكانتها وقيمتها بمن يقيم عليها أو فيها في سورة البلد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا بد أن نوطن أنفسنا حتى من لم يصله شيء لا بد أن يوطن نفسه على ذلك تهيأ هكذا أنت خلقت أصلا وكررت كلمة الخلق حتى في هذه القضية خلقنا الإنسان في كبد وفي معنى الظرفية ومعنى الظرفية أن يكون الكبد وهي المشقة والتعب والإرهاق والمكابدة تهيط به من جميع جوانبك كما يهيط الظرف بالرسالة لأن فيه ظرفية فيه كبد من جميع جهاتك لا بد أن يحيط بك هذا هو الشارب الأول والانتلاء قائدة وسنة كونية على جميع الخلق حتى على الأنبياء حتى على الأنبياء ليس لأهل الذنوب فقط لا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَهُ أَخْبَارَكُمْ هَلِ الْمُجَاهِدُونَ أُمْ عَلَى أَعْظَمِ عَمَلٍ فِي الْإِسْلَامِ فأنا أريد أن أوجه رسالة لأهل درنا كأني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف قريباً من الصحابة من زهير بن قيس البلوي ومن أبي منصور الفارس هم أكثر من سبعين قيلة ثلاثة وسبعون ماذا يقول لابد أن يتدخل النبي في هذه القضية كيف هذه مصيبة وبلاء وهم وغم وقتل ومأساة وضياء أموال وإزهاق أرواح فإذن هي مصيبة بكل ما تحمل معنى هذه الكلمة فما علاقة النبي صلى الله عليه وسلم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ رأوا الكلام ليس للكفار وانتبهوا وانظر إلى أدوات التوكيد في كلمة وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بشيء من الخوف حصل في درنا الخوف أو لم يحصل؟ حصل هذا الصرح التي تسمعونه سببه الخوف الدعاء سببه الخوف لابتهال سببه الخوف كل شيء الأنين سببه الخوف كل شيء بشيء من الخوف والجوع الذين هم تحت الأنقاض جياع مع أن الطعام قريب منهم لكن لا يسلوا لي ونقص هنا بدأت الإحصائيات قرآنية ونقص من ماذا؟ من الأموال ولذلك الأموال لو أحصيت ستجدوا نقصها كعدد أكثر من الأفراد المال الذي خسر كثير بالأرقام لو تعدد أرقام ما يساوي بالنسبة للأفراد مليارات لكن لو مليارات من البشر نحن في ليبيا لا يوجد عندنا مليار من البشر سخرية من العلماء كل ما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ما الذي حصل؟ الطوفان هل ترك شيء؟ ما ترك شيء لماذا ذكرت السخرية؟ لأنها سبب تخيلوا ألف وخمسين سنة كلما مر شخص يسخر منه أصبح الاستهزاء بمشايخ الديني وبالعلماء بصور ساخرة بكلمات مؤذية بوصف لحالهم ماذا ننتظر من الله؟ هؤلاء هم ورثة الأنبياء الذي يسخر منهم لا يسخر من شخصهم لا إياكم أن تظنوا أنه يسخر من شخصهم أو من أشكالهم أو من عهاتهم لا هو يسخر لأنهم يحملون الدين لا شيء آخر لأن هذا الشخصية ما الذي يحمله؟ ما الذي تميز به؟ ما الذي يملكه؟ هو البرنامج الديني فالله يغضب لورثة أنبيائه وغضب الله لن يطيقه أهد وآخيراً واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة هذه الآية مخفة معناها قد تكون أنت لست من أصحاب المعاصي لكن تصاب لماذا؟ لأنك لم تقف مع الحق ولم تنصر الحق فنسأل الله الهداية والتوفيق أنا فتحت المسام فقط لكن رأو الحوار أفضل من الكلمات وحقيقة نسأل الله أن يعذرنا في إخواننا ولا يحاسبنا فيما حصل لهم وأن يسامحنا أما هم فنسأل الله كما فقدوا كل شيء في الدنيا أن نعوضهم في الآخرة وأن نعوض ما بقي منهم حياً في الدنيا كما عوض أيوب فرد إليه ماله ورد إليه أهله والله قادر على ذلك ولا يعجزه شيء فنسأل الله لهم السلام